اشتركوا في القناة هذه المناسبة وتمنيته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والنماء كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري معربا سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر